ومعنا هاتفيا من برلين سيد نقيب محمد فوزي اللامي المحلل الأمني والعسكري مرحبا بك سيد محمد إذن شهد العام الماضي ازدياد معدلات الجريمة في العراق ما أسباب ذلك؟ تعيي طيباك سيدي ولي المشاهدين الكرام أهلا وسهلا يعني معظم سيدي اتكلم بأن الحكومة الحالية المتواجدة في بغداد هي لا تمتلك عناصر الحقيقية ولا تمتلك مؤسسات دولة وطنية تستطيع وتكون قادرة على حماية المواطن والحفظ الأمن والسلم المجتمعي بالعكس أن ما حدث اليوم أن الآلة الحكومية والآلة الأمنية والعسكرية تمارس أيضا بممارساتها وبطائفيتها وبالأديولوجية التي تتبعها هذه الأحزاب زادت من وطيرة هذه العمليات وزادت من حالات الانتقام المجتمعي المواطن أخذ يحس بالغبن المواطن يحس بالتمييز الطائف الذي تمارسه هذه الحكومة فبالتأكيد سيد الكريم نحن أمام واقع من الممكن أنه اليوم إذا إضافنا عليه الأزمات الحالية التي أضيفت من موجود ميليشيات وانتشار السلاح والأزمات السياسية بالتأكيد إذن هذه العمليات مرشحة لارتفاع على قمه إذن كيف ستواجه ذلك الحكومة يعني زياد معدلات جنيمة يضع القوات الأمنية والحكومة في بغداد أمام تحدي خطير ما الخطوات الواجب اتباعها الوقوف أمام هذه الظاهرة الخطرة على المجتمع يعني سيد الكريم الحكومة ملاحظة من تصرفاتها هي مهتمة بالجانب الانتخابي وجانب الإعلامي والحكومة بعيدة جدا عن الواقع يعني المحللين ودوائر والدوائر المختصة تؤكد أشياء وتقول بأن هناك حالات والحكومة متجه باتجاه آخر يعني الحكومة اليوم تعيش حالة انتشار وحالة نصر لكن على عرض الواقع هذه حقيقة غير موجودة بالعكس ما أنشأ تنظيم الدولة ما بعد 2013 وما أنشأ تنظيم القاعدة قبله اليوم الظروف الموضوعية تؤكد بأن الظروف هي أسوأ وظروف مرشعة أنه تنشئ جيل متطرف أكثر من تنظيم الدولة وتنظيم القاعدة كون أن المشاكل كبيرة المؤسسات هذه الغياب غياب حكومة وطنية شاملة والطائفية السياسية التي تمارس هذه الدولة والمحاصفات فيها بالتأكيد أصرتنا اليوم إلى مرحلة رتسة مرحلة يوثالها هناك زوح وحافظات مدمرة وحالات فقر وبطالة ركود اقتصادي فهذه جميعها الدولة اليوم ليس هناك استراتيجية واضحة بأنها سوف اتحل هذه المشاكل الملاحظ في العام الذي مضى أنه لم يقتصر الخطف والاعتقال على عامة المواطنين ولكن شمل أيضا شريحة الصحفيين إلى أي مدى ترى أن اعتقاله وإخفاء الصحفيين يتعلق بشأن سياسي أكثر منه جنائي يعني حقيقة سيد الكريم أنا أتوقع بأنه ما حدث للصحفيين منذ 2005 تقريبا وإلى هذه البترة تقريبا يعني نستطيع أن نقل 95% منهم سياسيا كون أنه اليوم البساد مستشري في هذه الدوائر الدولة وفي هذه الأحزاء ولا يسمح للمواطن وللصحفي ولكل شخص متابع ويحاول أن يكشف الحقائق ويحاول أن يخزم هذا المجتمع كما رصد 200 حالة تعالى الله الصحفيون في العرق في العام الماضي 2017 بالتأكيد سيد الكريم أنا أجزم بأن هذه الحالات جميع حالات سياسية اليوم المواطن البسيط ليس له مصلحة في استهداف صحفي لكن المصلحة والمستفيد من استهداف الصحفيين بالتأكيد هو صاحب الفساد الشخص الفاتح والشخص الذي مارس الأخطاء وهذه تجدها في دوائر الدولة في دوائر الدولة السياسية والأمنية والمؤسسات الحزبية طيب مع حديث عن تحرك عدد كبير من العصابات الإجرامية تحت غطاء قوات الأمن أو ميليشيا الحزد أين تقف برأيك الأجهزة الرقابية حيال انتهاكات هذه القوات لا توجد سيد الكريم اليوم لا توجد سلطة للأجهزة الأمنية والأجهزة الأسكرية على الميليشيات ومن يسمى بهذه الميليشيات ومن يتبع هذا النهج اليوم لدينا حالتين منتصلتين اليوم لدينا قوات حكومية وجيش وهذه هي تقريبا اليوم غير فاعلة ولدينا اليوم ما هو موازي لها دولة موازية للدولة جيش موازي للجيش الميليشيات الحزد الشعبي هي اليوم لو صح القول بأنها أكبر مشكلة اليوم وأكبر خطر يواجه العراق ويواجه المواطن العراقي وهذه الميليشيات الغير منضبطة والميليشيات الطائفية كون أنها اليوم سمحت بتواجد السلاح أعطت شرعية اليوم لكل مجرم ولكل مواطن ولكل إصابة أن ترفع السلاح وأن تمارس هذه الجريمة وهي حقيقة القوات الحكومية لا تستطيع ردعها وإضافة إذا أضفنا سيد الكريم إلى جهات قضاء فاسد فبتأكيد المشكلة كبيرة وليست هنا وتوقع بأنه 2018 سواء تستمر هذه المشكلة وقد تتفاقم نعم سيد محمد في سؤال أخير إلى أي مدى تعتقد أن هذه الظاهرة ظهرت ازدياد معدلة جنيمة في العراق في عام 2017 ترتبط بقضية الفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة والذي اعترف به حتى لعباد نفسه هو سيد الكريم الفساد بالدرجة الأولى يعني هو منتج لحالات أسوأ اليوم بما أن الحكومة والدوائر الأمنية وداخل مؤسسات الحكومة اليوم هناك حالات من الفساد فبتأكيد هناك مضطهدين وهناك مظلمين وقد يحاول المواطن ويحاول الصحفي ويحاول الشرطي باستقصاء الخبر ومحاولة أنه تضحيح هذا الخطأ فيتعرض إلى الظلم ويتعرض إلى القتل والاعتقال والخطف والجريمة سيد الكريم لدينا جريمة منظمة جريمة سياسية بدعم هذه الحكومة ودعم هذه الأحزاب اليوم ليست لدينا جريمة بدوافع كما هو موجود في دول العالم هناك جريمة بدافع الجريمة اليوم نحن لدينا جريمة بدافع السياسة جريمة بدافع الهدف الانتخابي والهدف السياسي وجريمة بدافع الحصر على المنصب نعم شكرا جزيلا كامل برلين سيد نقيب محمد فوزي اللامي المحلل الأمني والعسكري